منذ سنة 2014 هجرت ميليشيات حفتر آلاف العائلات من بنغازي ومدن أخرى في الشرق بسبب معارضتهم لمجرم الحرب حفتر حيث انتقلت العائلات المهجرة للعيش في مدن المنطقة الغربية بينما غادر عدد من العائلات البلاد وتؤكد منظمات حقوقية دولية من بينها Human Rights Watch تعرض أفراد من أسر المهاجرين للاعتقال والاختفاء القصري والتصفيات من قبل ميليشيات حفتر والاعتداء على منازلهم بالجرف والهدم معتبرة أنها انتهاكات ترقى إلى جرائم قضى الإنسانية كما يزال الكثير من السجناء الذين يقبعون في بعض السجون بالمنطقة الغربية يناشدون السلطات القضائية النظر في الاتهامات المواجهة إليهم والحكم عليهم سواء بالإدانة أو البراءة ويرى البعض أن أوضاع مهجري المنطقة الشرقية باتت ورقة للضغط والمساومة في سياق الصراعات السياسية وتظهر في خطابات بعض المسؤولين إذا استدعت الحاجة إليها لإظهار مكامن الضعف أو القوة عند أي طرف من أطراف الصراع ويتاهم المهجرون مجلس نواب طبرق وسلطات أخرى بالمشاركة في تأزيم معاناتهم كما يقول المهجرون حيث أن التجاوب الحكومي يكون كردة فعل على أي احتجاج أو تظاهرة وسريعا ما يختفي وأن هناك مئات العائلات ما تزال تعاني جراء انقطاع رواتبها العوز ويعيش بعضها تحت خط الفقر ودع المهجرون في بيان لهم إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين قصرا ومنع تعريض أي شخص للاحتجاز التعسفي أو الاعتقال أو النفي أو الاختفاء القصري ورغم الصعوبات التي يواجهها مهجرون منطقة الشرقية إلا أنهم تمكنوا من فرض واقعهم على السلطات التي شكلت لجنة لشؤون مهجرين مدينة بنغازي ووفقا لقرار رئيس الحكومة عبد الحميد البيبة فإن اللجنة تتولى متابعة وحل المشاكل الإدارية والمالية للمهجرين مع الوزرات والمؤسسات وإذا ذلك يظل السؤال هل ستخفف إجراءات حكومة الوحدة الوطنية من معاناة الأسر المهجرة وأين هو دور المجتمع الدولي من هذا الملف